ناصر مهر ناصر قدم مباراة كبيرة ناصر مش بس هو المفتاح دلوقتي الاستمرارية والثبات دول ما كانوا يش موجودين في مسارة ناصر بالمنازم كانوا يش موجودين في مسارة لا مع الاهلي ولا مع مودرن ولا حتى في منتخابات المراحل السنية كان عنده مشكلة يظهر بشكل ممتاز وعظيم جدا لانهو مهيبة كبيرة وبعدين يحصلوا انخفاض في المستوى فيه فلكتواشن او تزبزب كبير في مسافة ما بين الاداء والمرضود من المباراة الاخرى لكن في الفترة الاخيرة مع الزمالك هو هو اللي بيعمل كل حاجة في وسط الملعب مع عبدالله السعيد طبعا نعيد نروح لعبدالله ممكن محمود يتكلم على ناصر بعد شوية ويتكلم عليه كمان في كرة الهدف بتاعت اللي سجله الزمالك من كرة سابتة نروح لعبدالله عبدالله السعيد اخجل الجميع واخجل اللعبة الصغيرة بما يقدمه راجل تجاوز تسعة وتلاتين سنة وبيديك لحد الداية تسعين في مباراة الاهل الراجل عامل او ارتداد للحالة الدفاعية وبياخدوا الكرة من افشل اللي كان نازل بقى له عشر دقيق بهجمة مرتدة راحة تلاتة على اتنين بيعمل ده في مباراة البنك وبيسام في كل مراحل اللعبة في رقم عظيم جدا لعبدالله السعيد في مباراة امس عبدالله السعيد مش بس جاب جول ومش بس صانع جول عبدالله السعيد اللي بي العام تسعة وتلاتين سنة الواطر عمرو بلاي ميكر عامل عشر استخلاصات في المباراة يعني الراجل قدراته الدفاعية والبدانية عشان كده انا لا اقبالغ ابدا ابدا لما اقول انه اسكى لاعب في هذا الجيل هو عبدالله السعيد قدرته على استخدام مخزونه البدني وقدراته البدنية مع مراعات الحالة اللي هو عليها والسن اللي هو موجود فيه ده منتهى منتهى لزكاء الراجل قادر يوظف مجهوده من اول ديئة الاخر ديئة كل ما اقول حاجة في الانترو بتطلع تقولها في الاخر بتحاول نتعلم لا انا كان نفسي تقولي لا ما فردتش على الانترو انا كنت بقعك بس اتجاوبت اجابة زكية انا موتش كده بالزبط انت قلت حاجات احسن لا لا عبدالله سعيد الدور اللي كان بيحاول جميسه وناس كتير انتقدته بتعاملية بناء اللعبة ومرحلة بناء الهجمة ومرحلة تطوير الهجمة ده معزم الدور اللي بيشارك فيها عبدالله عبدالله ما بيشاركش في الجزء الهجوم كتير لكن قلب الزمالك وسط منعب الزمالك بدون عبدالله السعيد تائف تماما في وجود عبدالله السعيد هو بيسام ماشي ماشي الفريمز وحب نتكلم بيسام في كل مراحل اللعبة بص عبدالله في المناطق ديها كريم مش موجودة في مسيرته مش موجودة حينا في بدايته مع الاسماعيلي هو عنده 29 سنة لكن لا موجودة مع الاهلي ولا موجودة بعد كده ولا موجودة مع البيرامدز انه يلعب في المنطقة دي ينزل يلعب في المناطق العميقة دي محتاجة لعيبس أصغر سناً من عبدالله بعشر سنين بالسنة ولا اتنين عشر سنين انه ينزل يشتغل في مناطق أعمى بيضمن التدرج وبناء الهجمة ومرحلة تطوير الهجمة للزمالك بشكل عظيم جداً جداً عبدالله السعيد ما يقدمه تاني انا عارف ان كابتر حسام حسن بيعمل عملية خفض المعدلات الأعمار خاصة نم في وسط الملعب لكن عبدالله السعيد حتى لو موجود كورقة بديلة مع منتخب مصر ارى انه ورقة مهمة جداً 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 ما عارف ان احيانا الكلام ده بيعجبش الناس يعني لكن عن جدارة واستحقاق لعيب مهم لعيب لوقته لعيب محتاجه الزمالك جداً جداً ومالوش بديل جوه الزمالك مالوش بديل جوه الزمالك بيقدر يعمل أدوار ناصر بيعمل أدوار تانية لكن عبدالله في حتة تانية خالص الله عليك